المزيد من التفصيل تنظم إلي من عمان مراسل الفقارة الإخبارية آية السيد آية أهلا بك معنا في هذه الجولة إذن الأردن الآن يقف على ملف آخر وهو الملف الليبي فهل لديك من تفاصيل أخرى حول هذا اللقاء بين رئيس الوزراء الأردني وكذلك رئيس مجلس النواب الليبي نعم تحياتي لك رعد طبعا هذه الزيارة التي بدأت مسامس لدى وصول رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صارح إلى مطار عمان وكان باستقباله رئيس مجلس النواب الأردني بدأت اليوم فعلا المباحثات الأردنية الليبية على مستوى رؤساء مجلس النواب المباحثات تطرقت إلى الملف الليبي بالأخص وإلى مكافحة الإرهاب الأردن طبعا من جانبه ممثلا بأحمد الصفدي رئيس مجلس النواب الأردني أكد بأن الأردن يقف إلى جانب ليبيا من أجل مكافحة الإرهاب ومن أجل عودة الاستقرار داخل أراضيه طبعا الأردن يعطي أهمية كبيرة إلى الملف الليبي لما له من تشاركيات هناك طبعا رعد جالية ليبية كبيرة في الأردن يعني جاءت هذه الجالية في وقت الأزمة الليبية فتأتي هذه المشاورات من منطلق الشراكات الأردنية الليبية ووجود جالية ليبية في الأردن طبعا بعد انتهاء اللقاء مع رئيس مجلس النواب الأردني اتجه عقيلة صالح إلى رئاسة الوزراء كان هناك لقاء مع رئيس الوزراء الأردني بشر الخصوني الذي أكد أهمية زيارة صالح في هذا التوقيت إلى عمان أيضا أبدأ رئيس مجلس الوزراء بشر الخصوني استعداد الأردن للتعاون مع الجانب الليبي خاصة من منطلق المجال الطبي والتطور الطبي طبعا هناك جالية ليبية كبيرة في الأردن تتلقى العلاج في المستشفيات الأردنية فتطرق الخصوني إلى هذا الملف وأهمية أن يكون هناك تعاونات في الأيام المقبلة وطبعا بدوره عقيلة صالح يعني شكر حكومة الأردن وشكر العهل الأردني إلى القوف الدائم مع الجانب الليبي وأهمية أن يكون هناك دائما مشاورات من أجل استقرار الوضع داخل ليبيا وتوحيد الصفوف نعم رعد طيب آية يعني اليوم بعد هذا اللقاء الأردن يدخل إلى ملف آخر ربما لم يدخله بكل زخم في سابق الأيام فكيف تلقى المراقب الأردني لديك تناول أردن اليوم للملف الليبي بهذه الطريقة الأردن الآن إذن ربما يكون فاعل في موضوع الملف الليبي حقيقة رعد يعني في السنوات المقبلة كان هناك زيارات فعلا للحكومة الليبية وضع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح طبعا الأردن يبدأ اهتماما للملف الليبي ولكن كما تعلم هناك دائما أولويات في الملفات والقضايا الشائكة التي يعني يتحدث الأردن عنها لما طبعا لديه من ملفات كان على حدوده أو شيء من هذا القبيل ولكن الملف الليبي يمثل أهمية للأردن كما قلت لك بسبب وجود أجالية الليبية الكبيرة في الأردن سابقا كان هناك مشاورات حكومية ما بين الحكومة الأردنية والحكومة الليبية فيما يخص المجال الطبي كان هناك اتفاقيات أردنية ليبية لتلقي المواطنين الليبيين العلاج في المستشفيات الخاصة كان هناك جدل في هذا الموضوع وهو قيد الحل في الأيام المقبلة لكن الأردن لطالما كان يمثل دورا مهما في حل القضايا خاصة للجاليات التي تتواجد في الأراضي الأردنية نعم آية سيد مراسطة القاهرة الأخبارية كنت معي من عمان شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك